يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم عودة بعد غياب كان بالنسبة لنا طويل وحشتونا وحشنا جماهير السادسة أهلا وسهلا بحضراتكم نبتدي مع حضراتكم بتهيالي مش بس حلقة جديدة لكن كمان بداية مرحلة جديدة مرحلة عنوانها نقطة ومن أول السطر ليه بقول كده؟ لا أكتر من سبب الحقيقة لأنه بنهاية مبارات سانداونز مبارات الزهاب اللي تمكن فيها النادي الأهلي بن الفوز بنتيجة 2-0 ابتدينا ناخد شوية الإقاع الطبيعي يعني فترة صعبة جدا مر بيها النادي الأهلي في الشهرين الأخيرين كنا بنلعب ماتش تقريبا كل 3 أيام كانت قايمة الإصابات فيها عدد كبير جدا من الأسماء ومنهم الحقيقة لعبين كانوا مؤثرين جدا في غيابهم طبعا كان مؤثر جدا على مشوار النادي الأهلي أخص بالذكر طبعا علي معلول حمدي فتحي الاتنين دول حقيقة كانوا وصلوا الفورمة عالية جدا وكانوا اتنين من اللعيبة اللي قدروا أنهم يكون لهم بصمة واضحة جدا في مشوار النادي الأهلي حالة الإجهاد الكبيرة جدا اللي مش بس بسبب ضغط وتواليل ماتشاط في الفترة الأخيرة لكن كمان بسبب تلاحهم المواسم ودي نقطة احنا يمكن تكلمنا فيها وكنا أول ناس تكلمنا فيها من بدري جدا وحذرنا منها لكن خليني أقول لحرارتكم أنه إجمالا إجمالا نتيجة المرحلة اللي فاتت رقميا على أقل تقدير يمكن كتير من جماهير النادي الأهلي مش راضي عن الأداء مش حسن دي كورت النادي الأهلي لكن رقميا الحمد لله الأهلي عدى بكل الفترة الصعبة وبكل المطبات اللي كان منها الحقيقة للأسف شديد جدا مطبات صناعية تحطت في مشوار النادي الأهلي قدرنا نعديها بأقل خسار ممكنة وكان الأهلي دايما حاضر خصوصا في الأوقات الصعبة والمباريات الكبيرة وخص منهم طبعا مطش الزمالك ومطش سان داونز الأخير اللي أثبت فيه النادي الأهلي أنه الأهلي بمن حضر وأنه الأهلي ما يتخافش عليه كلام كتير جدا على المطش اللي جاي ومش بس على المطش اللي جاي يمكن على المرحلة اللي جاي لأول مرة بنلعب مطش كل أسبوع من فترة طويلة جدا يعني كلنا بنشوف الأهلي بيلعب مرتين وتلاتة في أسبوع واحد شفنا في المناسبتين وأنا يمكن اتكلمت فيهم في خلال ست أيام خاضر أهلي تلات مباراة فلأول مرة من فترة طويلة جدا بنرجع للإقاع الطبيعي الإقاع المنطقي اللي خلي النادي الأهلي أو لعبت النادي الأهلي وجهزهم الفني عندهم القدرة أن هم ياخدوا راحتهم ويحضروا بشكل جيد ويستعدوا بشكل جيد للمباراة الجاية وهي مباراة مهمة جدا طبعا تاخد النادي الأهلي خطوة كبيرة جدا مع منافس أنا وصفته من بداية الموسم أنه المنافس الأبرز للنادي الأهلي في مشواره في دوري أبطال إفريقيا مباراة سانداونزل انتهت ب2-0 شوط أول حسم النادي الأهلي لكن ده مش معناه أبدا أنه المواجهة انتهت مباراة بليتوريا هتكون في منتهى الصعوبة أمام خصم الحقيقة ومنافس قوي وشفنا المستوى اللي قدمه وشفنا قدئين والفريق ده بيقدم كرة على مستوى راقي جدا ومستوى محترم جدا كان من الممكن الحقيقة أنه الأهلي يحسم النتيجة بشكل كبير قوي وبشكل يعني بنسبة 90% خلينا أقول عارف طبعا ما فيش حاجة مضمونة في كورة القدم لكن فوز النادي الأهلي 3-0 أعتقد كان يغدو لبعيد قوي وكان يسهل بشكل كبير جدا من مهمته في مواجهة يوم السبت القادم وكان يصعب أكتر من مسئولية نادي سانداونز في التعويض خصوصا طبعا مع الخطأ الفادح اللي ارتكبه سيكازوي مش قصتي على الإطلاق أنه أنا أقول أنه فيه سوء نية أو أنه الخطأ ده عن قصد أو عن غير قصد رغم أنه مش الوقع الأولى لسيكازوي مع النادي الأهلي وكان ليه وقع شهيرة طبعا في نسخة الأخيرة النجمة التاسعة لحياة النادي الأهلي في مطش الوداد في المغرب والبنالتي الوهمي اللي اتحسب على محمد الشناوي لكن بصرف النظر هو خطأ فادح الحقيقة كان يكلف سانداونز مش بس هدف ثالث للنادي الأهلي لكن كمان كان يستدعي طرد الحارس أونيانجو ويحرمه من المشاركة مع فرقيته في مبارات العودة في جنوب أفريقيا اللقطة الحقيقة اللي يمكن اللقطة اللي حضرتكم كلها كلكم تابعتوها وشفتوا أنه اعتداء أونيانجو على محمد شريف في ظهره في لقطة من الأسف وقمة الكوميديا يعني زي ما حضرتكم مش شافين لقطة حسب تفاول على النادي الأهلي على الرغم من أنه الاعتداء كان شديد الوضوح وكان فيه تعمد في الإزاء يعني اللقطة دي مش لقطة جول كيبر طالع ياخد كورة عالية اللقطة دي لقطة جول كيبر طالع متعمد يأذي مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وبالتالي كان من المفترض أن اللقطة دي تحسب ضرب الجزاء للنادي الأهلي وكان ينتج عنها طارد حارس المرمى أنا مش بس بكلم على هدف تالت مؤكد أنا بكلم على فرصة للنادي الأهلي أكبر للاستحواز وبالتالي كان ممكن جدا جدا خط تصير المباراة وبالتالي النتيجة تختلف جملة وتفصيلا نهيك بقى عن الجزائي اللي قلتها من حرمان أونيانجو هو حارس بالمناسبة واحد من أفضل حراس القارة الأفريقية حرمانه من المشاركة في مباراة العودة عشان كده بقول خطأ فادح أعتقد أنه يستدعي وقفة وأعتقد كمان أنه الاحتجاج اللي تقدم به النادي الأهلي فيما يتعلق بملف التحكيق هو حق أصيل للنادي الأهلي للحفاظ على حقوق ومش قادر أفهم برضو لغاية اللحظة إزاي البطولة الأكبر في القارة الأفريقية تقام على أقل تأدير في الأدوار خروج المغلوب بدون تقنية الفار مش قادر أفهمها ومش قادر أستوعبها خصوصاً لما نبص على التمن أندية اللي بيشاركوا في دوري الأبطال أو لتأهلوا الدور التمانية هنلاقيهم من دوريات ومن دول متقدمة إلى حد كبير فأعتقد كان من الواجب على التحاد الأفريقي أنه يقوم بتطبيق تقنية الفار بداية على أقل من دور التمانية وهو خطأ نتمنى نتمنى إزاي كوننا بنفكر أنه الكرة في أفريقيا تتقدم بيتهيئة لأنه علينا تفادي الأخطاء دي والإمكانيات أعتقد تسمح على أقل تأدير بداية من دور التمانية بتطبيق تقنية الفار في النسخة اللي جاي نرجع لموضوعنا ويمكن زي ما قلت لحضراتكم ناس كتير من جماهير النادي الأهلي وأنا بتابع وبسمع يهمني جداً يعني غياب الجمهور عن المدرجات للأسف شديد جداً خلى صوت الجمهور مش واضح غير على السوشال ميديا عشان كده ببقى حريص جداً على متابعة أرأكم وأصواتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في كتير من الناس يمكن تكون مش راضية عن الفترة الأخيرة وعن نتائج النادي الأهلي وعلى مستوى وبصرف النظر عن النتائج خلي النتائج على جنب لأنه النتائج زي ما قلت لكم رقمياً إحنا وفين على رجلنا ووفيش حاجة بإيد الآخرين كله بإيد ولاد النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي في الملعب الدوري إن شاء الله بإذن الله بعد ما النادي الأهلي يخد مؤجلاته تصبح صدارة بإذن الله للنادي الأهلي إفريقيا أعتقد بشكل كبير جداً إنه الأهلي قطع شوط كبير عشان يكون بين الأربعة الكبار اللي أعتقد إنه الجولة الأولى وضحت معالمهم إلى حد كبير الوداد بعتقد إنه قريب جداً من التأهل المولدية كان أعتقد كمان قريب من التأهل كايزر شيفز أعتقد شباب له زداد عفواً قريب من التأهل كايزر شيفز صبعاً فوص صاحق على سينبا تنزاني بأربعة أهداف والأهلي المصر إن شاء الله بإذن الله دول تقريباً إن شاء الله نتمناها كده هيكونوا أطراف المربع الدهبي خليني أتكلم على ميستر موسيماني لأنه كان فيه كلام كتير جداً عليه في الفترة الأخيرة وخليني نحط دايماً في الاعتبار الظروف والمعطيات لأنه زي ما قلت لحضراتكم الأهلي مش بس عانى من إجهاد وتلاحهم مواسم وضغط مباريات لكن كمان عانى من غيابات كانت مؤسرة جداً أعتقد إنها بداية مرحلة جديدة إن شاء الله بإذن الله نطمن خلال حقاة النهاردة على موقف المصابين في النادي الأهلي وخليني أبتدي مع حضراتكم ونسمع كده رأي ميستر موسيماني في المواجهة المرتقبة المواجهة المنتظرة الجمهير النادي الأهلي مباراة العودة عمام سانداونز ميستر بيتسو موسيماني هيقول إيه ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة كل التحقيق طبعاً لكل مشاهدين وامتبعي قناة الأهلي في كل مكان أكيد بتأكيد بيتمنى كل التوفيق لنادي الأهلي في هذه المباراة مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة لكن بالجدية والحماس إن شاء الله نقدر نحسم هذه المباراة أنا معي طبعاً ميستر بيتسو موسيماني الموديل الفني ودكتور أيضاً كمان عمر وحب المترجم الخاص بنادي الأهلي استعدادات أكيد على قدم النصاق بالنسبة لهذه المباراة يارب يكون التوفيق معنا إن شاء الله لكن عايز أتكلم بشكل عام طب مني على حالة اللعيبة الرحلة الأمور الأجواء حطنا في الأجواء بيتسو موسيماني لم نصل قامت0 موزي وانا نصل المشق بالآل انا كنا اولا لن نتطلق ونشد الان لم نطلق معاً لنخرج من نصفل من نظر ونزل من الم hombres ونطلق لنطلق نطلق لكن لنرى نحن نشيك جيد نتنقلي جيد هو الهتل Welcome jiiie هي مطلق معاً لاته بلا سيочь متلق فالنهاردة مجتمعين فعلاً نهاردة كان زي استشفى أكتر وعشان ننتهي يخش في الأجواء بس بيقول باقي عام التميتم حيبدأ بكرة وباقي عام الحالة كويسة الفندق كويسة الإقامة كويسة المرعب كويس ومستعدون التسعين ديال الأولى بيكون أسهل من التسعين ديال التانية التسعين ديال التانية بيكون أصعب نعرفين إنه ممكن ربنا وفعنا في المباراة الأولى لكن جهزية إزاي مستر بيتسو بيفكر إزاي موزع الجيم إزاي بشكل عام في التسعين ديال القادمة مع ماليد صندون الحمد لله لن نتعلم للمتحة لذلك من نقاطنا نقاط نقاط دين لذلك نحن نتعلم للمتحة بيقول لحياتك طبعا لازم نضير المتح بزكاء ندازل حول قادر إمكان نسجل هدف وميدخلش فيه أهداف إحنا كان الفترة طويلة فإن بيدخل فيه أهداف بس النجاح لنحافز على شباكنا نعزيفة فطبعا أفضل سيناريو أنك تسجل جون وميدخلش فيك لكن بس على الأقل إن شاء الله نحاول القدم كان نحاق اللي احنا عمينه عشرة تأهل اللي احنا حضرناها عشرة تأهل نحن نحافظ على الشباكة نظيفة وما يدخلش فينا ونسجل هدف ونسجل هنا في بريتوريان أخيرا يمكن الشيء اللي بيسعد مستر بيتسو المسيماني وهو عودت عدد كبير من اللاعبين من اللي كانوا مصابين على رسوم علي معلول حمد فتح سعد سمير أكرم توفيق مع التوليفة المميزة جدن اللي بيدرها مستر بيتسو المسيماني بيشوف الأمر دا ازاي عارفينينا ممكن بعد اللعيبة نتشاركش في مبارات قادمة لكن عندنا السوبر الأفريقي لكن احنا بنخده خطوة خطوة في كل البطلات نعم، 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 نعم ساد سامير، نعم بحامدي و نعم بسهره، نعم، 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 نعم مالول حzub رغبه، ماتوالي اخباره، نعم، 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 نحن نعود number six but we don't know when the training sessions will tell. نعم، ونعم بحثنا نتحدث عنه. اشتركوا في القناة ويحفظ على العيبة خطوة في خطوة الغاية ان شاء الله يوم الساب تقدر النادي الاهلي يحسن ما دي المباراة وتكون نقاط المباراة ومجموعة المباراتين من نصيب النادي الاهلي نشكر طبعا زمننا كريم أحمد دا كان حوار قناة النادي الاهلي مع مستر بيتسو موسيماني في جنوب أفريقيا هنتبع مع حضراتكم كل التفاصيل خاصة برحلة النادي الاهلي من القاهرة لجوهانسبرج وصولا لبريتوريا وكل تفاصيل خاصة باستعدادات وتحضيرات النادي الاهلي لمواجهة سانداونس في مباراة العودة خلينا نروح لفاصل ونرجع بعده نبدأ حلقتنا ونفتح كل ملفاتنا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا كان المهم جدا 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 في مرحلة وأنا أعتقد أن كتير من جمهور النادي الاهلي كانت شايل أهم من مواجهة سانداونس يمكن يكون المواجهة الأهم في مشوار نادي الاهلي في مشواره في طورة أفريقيا خصوصا أنه جاء بعد فترة أو مرحلة عدم استقرار خصوصا على مستوى النتائج في الدولي المحلي وقلت لحرارتكم أننا كنا راحين نلعب مع سانداونس ولعبت لأن النادي الاهلي كانت لعبة تقريبا 10 أو 9 مطشاط في خلال شهر كل ده كان مأثر بشكل كبير جدا على أهمية المباراة وكان حطت علامات استفهام إزاي النادي الاهلي هيلعب مع بطل جنوب أفريقيا وخصوصا زي ما قلت لحرارتكم أن كتير من المتخصصين رشحوا سانداونس لأنه يكون واحدة من الفرق اللي بتنافس على بطول الدولي الأبطال في النسخة الحالية لكن الحقيقة الأهلي كان عند المعاد وكان الحقيقة قدم مباراة أكتر من رائعة صحيح المكسب كان مهم لكن من وجهة نظري فيه ثلاث مكاسب تانية كانت في منتهى الأهمية أولا عودة الشناوي لمستوى اللي احنا تعودنا عليه واللي كان واحد من أسباب البطولات اللي حققها النادي الأهلي في الموسم الأخير السلسية وبرونزية كاس العالم الحمد لله على السلامة يا شناوي اتنين ديانج اللي في كل لحظة بيثبت أنه واحد من أنجح الصفقات اللعبين المحترفين مش بس في الفرقة اللي احنا بنلعب يعني فرقة نادي الأهلي حالية لكن أنا بشوف أنه ديانج واحد من أفضل اللعيبة المحترفة اللي جات مصر على الإطلاق الحقيقة وعشان كده قررنا أن احنا رأي من الدبابة المالية لكسحة الألغام حقيقة الولد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مستوى أكتر من رائع أعتقد بقى واحد من أهم العناصر الموجودة في سكواد النادي الأهلي وحطين عليه أمال كبيرة جدا فيه اللي جاي تلاتة صلاح محسن الحقيقة بشوف أنه بيستاهل أنه يحصل على فرصة كاملة والكلام على صلاح مش بس في ماتش سانداونز كمان لكن كمان من مباراة الزمالك دول بشوفهم بالإضافة للهدفين والفوز الكبير لحاول أهلي على سانداونز برضو من أهم مكاسب المباراة خلينا بقى نروح لرحلة النادي الأهلي كترحلة طويلة 12 ساعة تقريبا من القاهرة لجوانسبرج ومن جوانسبرج لبريتوريا نروح لزمالنا كريم أحمد في جنوب أفريقيا نعرف آخر التفاصيل والأخبار الخاصة ببعثة النادي الأهلي اللي بيترقصها طبعا كابتن محمود الخطيب كريم مساء الخير عليك وحمد الله على السلامة نتطمن بداية منك على رحلة النادي الأهلي كنت لسه بقول إنها يمكن تكون نوعا ما رحلة صعبة والتمرين لأجراء الفريق النهاردة صباح مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز أحمد كل التحية لك والكل مشاهدين وكل جمهورة للنادي الأهلي بالتأكيد طبعا أكد على كلامك رحلة أكيد شقة ويمكن كل مرة أقول هذا الأمر رغم موجود رخص الأمر كان يكون صعب جدا على فريق النادي الأهلي لكن الوعي الكبير اللي بيوم بمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب المناخل الطيب اللي بتوفر لي قطاع كرة القدم بيئة الكامل أمر مهم جدا بيساعد الفريق على حصد البطولات وهو ده الهدف والأمر اللي بيساعد كل جمهور النادي الأهلي بالتأكيد طبعا زي ما أنت ذكرت زميلي أحمد رحلة ممكن استغرقت عاد كبير من الساعات نقدر نقول تدريبين مع بعض بالنسبة للفريق النادي الأهلي يعني النادي الأهلي لو كانت ضرب تدريب كان هيبالحمل أقل من كده شوية لكن نهاردة كمان كان التدريب الأول لفريق النادي الأهلي على ملعب المدينة الرادية بجامعة بيريتوريا يعني ملعب جاية جدا هو مدينة الرادية زي المركز الأوليمبي عندنا طبعا في عدد كبير من الملعب أرضية مميزة جدا لكن نهاردة قدر أقول لك الجرعة التدريبية ما كانتش قوية يا أحمد انت عارف طبعا المجود الكبير اللي كان من رحلة الطيران وعدم كمان نوم اللاعبين يعني في عدد كبير جدا من لعيبة دسة ما نميتش لحد دلوقتي اللي احنا يمكن وصلنا على طول على فندو الإقامة من فندو الإقامة لعيبة فطرت مباشرة على طول بتادي تجهز أمور هليئة للتدريب كانت محاضرة فنية سريعة ثم التوجه إلى ملعب المدينة الرادية فيمكن نهاردة كان لوت كبير جدا على لعيبة للنادي الأهلي لكن نهاردة خلاص نقدر نقول اليوم عدى بتدريب وبكل ما فيه من تظريم بقى بكرة لعيبة النادي الأهلي يكون فائقة بشكل كبير جدا ويكون تدريب قوي يستفيد بأنه النادي الأهلي بشكل كبير وأيضا كمان يقدر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي يطبق الجزء الخططي اللي بيحاول يطبقه مع لعيبة النادي الأهلي نظري وعملي في التدريبات نهاردة كمان يمكن قدر أقول لك التدريب 40 أو 45 ديئة اقتصر التدريب على بعض الجرعات البدنية وأيضا كمان المربعات وألعاب ترفيه لعيبة النادي الأهلي لأن زي ما بقولك نهاردة كان حمل كبير شوية على لعبين من الإيجاد لكن حاول يخرج الجهاز الفني لعبين كلهم من حالة الإيجاد ببعض الحاجات البسيطة طبعا حضور الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة شاهد الموران وتابعه ورسائله المعتادة والمسندة والدعم مش فقط الكابتن محمود الخطيب لا مجلس الإدارة بالكامل جمهور النادي الأهلي بالكامل بيتمثل في رئيس النادي الأهلي ما بيكون خلف فريق النادي الأهلي في الموجهات الصعبة وجوده بيكون أليل جدا زميلي أحمد لكن انت عارف يعني القيمة الكبيرة وصلورة كرة القدم وتواجده مع فريق النادي الأهلي وكلماته البسيطة جدا ودعمه أليب البسيط بيكون ليه مردود كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي في المبراء الحسيمة وهي مبراء النادي الأهلي يوم السبت القادم إن شاء الله على ملعب لوكاس موريبي كل الأمور ماشية حتى هذه اللحظة بشكل مطام إن الإجراءات الاحترازية أمر مهم جداً بتطبق بكل حزم سواء من فندو اللقامة اللي احنا متواجدين فيه وأيضاً كمان النادي الأهلي باستحابه كعدتوا طبعاً أحد العمال اللي بيكونوا متواجدين في كل شيء كل كبيرة وكل صغيرة بيكون متواجدة تعقيم الأمور الغرف الأدوات بتاعة لعبة النادي الآلي لأن الأمر شوية هنا آنك الناس بتطمننا شوية على أمر الكورونا لكن الأمر هنا مقلق شوية فيارب إن شاء الله بإذن الله يحافظ على لعبة النادي الآلي مع مرور الأيام بإذن الله قبل يوم المسحة ويوم المسحة إن شاء الله تكون المسحة سلبية لفريق النادي الأهلي عايز أتكلم معاك في جزء فني سريعاً بالنسبة طبعاً إليه بعض اللاعبين اللي متطمنين إن هم متواجدين معانا في القائمة لكن مش هيكون لهم دور كبير وده اللي يمكن واضح النهاردة من التدريب علي معلولي أبدأ مع عجب علي معلولي القيمة الكبيرة واحد من النجوم اللي النادي الأهلي اللي أقوله الحمد لله على السلام كنا منتظرين يكون متواجد معانا سواء يشارك أو مش الشارك لكن قيمته كبيرة ومرضوده كبير جداً مع لعبة اللي نادي الآلي نهاردة أخذت جرعة تدريبية بسيطة جداً جري حوالينا الملعب لكن تأهيله مستمر ووصل لمراحل متقدمة جداً نهاردة شفنا علي معلولي بيفتح سبرينتات نهاردة ده أمر مهم جداً فيمكن خلاص هو داخل في المرحلة النهائية وغداً بإذن الله زميل أحمد يكون بيشارك فيه التدريب آه هيكون التدريب تدريجي بالنسبة له لكن خلاص هيبدأ يخش في الكرة بشكل قوي جداً مع حمد فاتحي اللي بنقول الله الحمد لله على السلام مع حمد يعني غيابه كان طويل شوية عن فريق اللي نادي الآلي لكن اتنين من العناصر المميزة جداً مع سعد سمير مع أكرم من توفيق كل اللعيبة اللي غابت عننا لفترة اللي فاتت إن شاء الله يكون لها دور كبير مع لعيبة اللي نادي الأهلي أيضاً معاني السفير أحمد الفضلي طبعاً ودوره الكبير والرسالة المستبرة مع فريق اللي نادي الآلي وأي بيحثة بتكون متواجدة أنا في جنوب أفريقيا الراجل بيحاول طبعاً ينسها بشكل عام مع الكابتن محمود الخطيب كل كبيرة وصغيرة كابتننا طبعاً كابتن سمير عدلي عميد درهين العالم يعني يمكن كابتن سمير عدلي ده أحد من رموز النادي الآلي فيه الإدارة كل كبيرة وصغيرة بيكون متواجد كابتن مار عبدالعزيز كابتن وكل الطاقم الإداري الأمور الصغيرة دي زميل أحمد بتفرق بشكل كبير جداً مع لعيبة النادي الآلي ومع الجهاز الفني أما الأمور والمناخ ده بيتوفر بشكل كبير جداً خلاص بقى بيطرق الأمر الجهاز الفني واللعبين لكن سيقتنا كبيرة جداً إن شاء الله زميل أحمد مع لعيبة النادي الآلي وارب يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله القادم يكون أفضل النادي الآلي ونقدر نحافظ على النتيجة اللي احنا كنا عليها فيها من مباراة القاهرة ما يخشش في ناجون ونقدر نحزف إن شاء الله بإذن الله ونتأهل من هنا بإذن الله زميل أحمد كريم خلينا أسألك بس بعد أول يوم لكم في جنوب أفريقيا الأجواء عندكم عاملة إزاي يعني درجات الحرارة الرطوبة لأن أنا عارف كمان إنه ساندونز قرر إن مباراة تلعب بدري الساعة 3 الضهر فعايز أعرف الأجواء عندكم مناسبة للمباريات في التوقيت ده ولا اللعيبة ممكن تواجه صعوبة والله يعني عايز أقولك إن بقى فال حلو جداً على عيبة النادي الآلي موضوع الساعة 3 ده في المباراة اللي خارج الأرض لأن ممكن شوفنا في فيتا كلاب النادي الآلي كان حقق نتيجة كبيرة جداً والجو كان رائع وما يزرق من الرطوبة اللي قابلتنا في أول يوم ودرجة الحرارة الكبيرة اللي قلنا هيكون لها تأثير على لعيبة النادي الآلي في موعد المباراة ربنا كمان بيساعدنا في هذه المباراة إن شاء الله بإذن الله يكون الجور وأنا عايز أقولك زميلي أحمد الجو بيصل هنا ليلاً إلى 7 و 6 و 5 درجات ده أمر يعني بيبقى غريب جداً بنتكلم عليه في أفريقيا لكن معروفة على جنوب أفريقيا في هذا التوقيت البرودة بتكون قوية جداً البرودة دي بتنعكس على اللاعبين بيكون جو كورو بشكل كبير لعيب بيقدر أنه يجري ويطلع كل الضغط اللي عنده ده أمر مهم جداً كمان موعد المباراة الساعة 3 آه في شمس وفي درجة حرارة لكن مش درجة الحرارة اللي هي تقدر تقلق شوية منتظرين يوم المباراة ده الأمر المهم احنا عارفين طبعاً ممكن أي تقلبات بالنسبة للمناخ في أفريقيا ده أمر معروف لكن ممكن يكون بكرة الجو مش مزبوط بعد بكرة مش مزبوط لكن احنا بنتمنى يوم المباراة بإذن الله كل المناخ وكل الظروف والجوة العام بشكل عام يكون مع لعيبة النادي الأهلي الجو مميز جداً بنتمنى أنه يستمر على هذا الأمر حالة التركيز الكبير اللي مع لعيبة النادي الأهلي تدريجية مع يوم المباراة بإذن الله إن شاء الله بإذن الناس ثقاتنا كبيرة جداً في لعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي عليه دور كبير أنا عارف طبعاً الجمهور النادي الأهلي بيساند وبدعم لكن المرحلة دي مهمة جداً جداً مع لعيبة النادي الأهلي الرسائل بتوصل تويتات الجمهور بتوصل كل الرسائل الصغيرة اللي بيكتبها جمهور النادي الأهلي على هذه المباراة وعلى الدعم ومساندة بتوصل لعيبة النادي الأهلي فيارب إن شاء الله يكون الرغبة موجودة تكون الجدية موجودة وشخصية النادي الأهلي بالقلب والروح الجدية إن شاء الله نقدر نحسب هذه المباراة الغاية في الصعوبة الفريق النادي الأهلي لكن بإذن الله سيقطة كبيرة في كل اللاعبين ونقدر نتخطى هذه المباراة الصعبة زميل أحمد. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد من جنوب أفريقيا. دي كانت أخبار بعت فريق النادي الأهلي اللي وصلت النهاردة بالسلامة لبريتوريا تلات أيام تفصلنا عن المباراة المنتظرة إن شاء الله بإذن الله والحقيقة يمكن اللي بسطني أكتر إنه الجماهير بتدعم اللاعبين صحيح يمكن في عدم رضا عن بعض الأسماء عن المستوات أو المردود اللي بيقدموه خصوصا في فترة صعبة بيمر بيها النادي الأهلي. بعتقد أنه خط الظهر النهاردة بدخول محمود متولي بارتفاع مستوى ربيعة بعودة بدر بنون الناس متطمينة إلى حد كبير طبعا الشدناوي اللي مقدم مقدم مستوى أكتر من رائعة في المباراة الأخيرة أعتقد كمان خط النص النادي الأهلي مطمئن إلى حد كبير. عندنا أكرم على أعلى مستوى ما شاء الله. ديانج مش محتاج كلام. السلية استعاد فورميتو بشكل كبير تبقى الأطراف عند النادي الأهلي هي المشكلة. لكن خلينا أقول لحضراتكم بدو إنه المطمئن إنه المباراة دي بتتلعب على ملعب موسيماني. صحيح هو ملعب سانداونز بس ما فيش حد حافظ الفرقة دي وطرية لعبها وملعبها نفسه أكتر من مستر بيتسو موسيماني اللي كتير من الخبراء الحقيقة عنصفوه في المواجهة الأخيرة وقالوا إنه الراجل في ظل ضغوط كبيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا وحالة إجهاد وغيابات مؤسرة قدر إنه يحاق المطلوب منه ويفوز على سانداونز في مباراة الزهاب. خلينا طب منكو برضو واستكمالا لكلام كريم على موقف اللاعبين المصابين طبعا دكتور أحمد أبو عامل رئيس الجهاز الطبي الفريق قال إنه خلاص معلول هيشارك إن شاء الله في التدريبات الجماعية ابتداء من بكر ويمكن كريم قال إنه هو حتى في التمرين الخفيفة النهاردة شارك وفتح سبرينتات وده شيء مطمئن الأهم أعتقد يعني الأهم بالنسبة لنا إنه علي لما يشارك يبقى صحيح كنا محتاجينه جدا وكان في سنة جدا يشارك في المباراة اللي فاتت وكان في سنة كمان يشارك في المباراة اللي جاية معلول وهو فت أعتقد إضافة كبيرة جدا لسكواد النادي الأهلي لكن الأهم هو سلامة اللعب يعني ما أتمنيش طبعا إنه حتى ولو كنا محتاجينه في المواجهة اللي جاية إنه يشارك تحت أي ظرف من الظروف وده طبعا قرار مستر موسيماني والأقرب السنالي والأقرب إنه هيشارك إن شاء الله في نهضة بركان في مطش سوبر إفريقيا اللي تم تحديد معاة 28 مايو إن شاء الله عشان يؤدي المواجهة اللي هتكون بعد مباراة سانداونز على طول عامل رانين قبل ما نسافر والحمد لله دكتور أحمد أبو عبلة طمننا إنه لتقام الإصابة بتاعته بنسبة 100% بشكل كامل وحمد الله على السلام يا معلول كمان حمدي فتحي الحقيقة كمان يمكن نطمن حضراتكم عليه وإن شاء الله بإذن الله برضو حمدي الأقرب إنه يكون جاهز على الأقل لدخول في التمرين مع الفريق استعدادا للمطش برضو نهضة بركان وحمدي الحقيقة يمكن قبل الإصابة على طول وجوده مع منتخب مصر ارتفاع مستوى كان مقدم الحقيقة مستوى عالي جداً نتمنى إن شاء الله إنه يعود لنفس المستوى في أقرب فرصة حمدي من اللعيبة اللي بترجع بسرعة ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون نهاية الإصابات بالنسبة له طيب خليني أروح لحضراتكم طبعاً إحنا تابعنا النهاردة ما كانتش تمرينة النهاردة كانت حاجة خفيفة كده استشفاءة وفك عضلات الرحلة كانت طويلة جداً وبالمناسبة معالي السفير أحمد فضالي سفير مصر في جنوب أفريقيا كان مع بعث النادي الأهلي من القاهرة يعني هم ما استقبلهمش في جنوب أفريقيا وسافر معهم على نفس الطيارة فكانت فرصة أكتر إنه هو يتكلم معهم على الرحلة وعلى التحضيرات وعلى الاستعدادات إن شاء الله بإذن الله للمباراة بتاعة سانداؤنز طيب الجولة اللي فاتت يمكن طبعاً دي حرم زوجة بيتسو موسيماني لاستقبلة الفرق كمان في مطار جوهانسبرج بتيشرت النادي الأهلي طيب خليني أقول لحضراتكم الاتحاد الأفريقي أعلن التشكيل المثالي لمباريات الذهاب من دور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التشكيل المثالي ده ضم اتنين من لعبة النادي الأهلي هم الاتنين اللي أنا يمكن أشدت بيهم في الفترة الأخيرة بشكل كبير وخصوصاً في مطش سانداؤنز محمد شناوي حارس المرمى والمالي أليو ديانج لعب منتصف الملعب بعدما تقلقوا بشكل كبير جداً وكليهم دور واضحة الحقيقة مع فرقة النادي الأهلي قدام سانداؤنز اللي يكلي نصيب الأسد يمكن كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا واللي وجه سينبا التنزاني وفاز 4-0 وكمان شباب بلوزداد الجزائري اللي مرشح إن شاء الله إنه يتخطى الترجل التونسي بعدما فاز 2-0 التشكيل المثالي ضم ثلاثة لعبين من كل فريق من ثلاثة من بلوزداد وثلاثة من كايزر تشيفز حرص المرمى خلييني أقول لحرصتكم التشكيل الشدناوي النادي الأهلي لحرصت المرمى خط الدفاع يحيى عطية طلة من الوداد المغربي ميلود ربيعي من مولودية الجزائر إيريك ماتوهو من كايزر تشيفز مختار بالخثير من شباب بلوزداد خط النص أليا تزانج لعب النادي الأهلي ومعايا يحيى جبران من الوداد المغربي وأمير سعيوت طبعا حضراتكم معارفينه من شباب بلوزداد أما خط الهجوم أحد أنا بشوفه من أفضل المهاجمين اللي بيلعبوا في القارة الإفريقية مهاجم كايزر تشيفز سامير نوركوفيتش وأرجو من حضراتكم الناس بتحب كورة تخش وتفرجوا على اللعب دو التابع وماتشاط كايزر تشيفز لعب شديد الخطورة ولعب موهوب جدا معا كمان زكريا دراوي من شباب بلوزداد ومعاهم ليوناردو كاسترو من كايزر تشيفز دي كانت تشكيلة الدور الأول من دور الزهاب في بطولة دوري الأبطال هنتكلم أكتر على المطش وعلى الاستعدادات وهنتكلم كمان على ردود الأفعال في جنوب إفريقيا فيما يتعلق بمبارات الزهاب وأيضا حقيقة الاستعدادات والتحضيرات لاستقبال مبارات العودة خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة خلينا ناخد بقى ردود الأفعال على المواجهة الأولى والاستعدادات كمان للمواجهة تانية والحاسمة والفاصيلة بين الأهلي وسانداونز هل نستقبل ميلالي باليكا الصحفي بشبكة الاندبندنت الجنوب الأفريقية هيكون معنا من خلال وهيكون معنا شاشة النادي الأهلي بالرحب بك في البداية وخليني أعرف منك بداياتا إزاي تبعت طبعا فوز النادي الأهلي في الجولة الأولى على فريق سانداونز وإزاي بتشوف فرص كلا الفريقين في مبارات العودة أشكركم جزيلا لإصدافتي على شاشة الأهلي كانت مباراة سريعة ولكن الأهلي أحرز فوز مستحق له وكانت لها لديه فرص كثيرة مقابل سانداونز سانداونز لعب مباراة هامة ولكن كان لديه بعض الإخفاقات وسيحاول ربما في المستقبل وسيحاول اقتناس الفرص كانت هذه مباراة ضمن مباريات الأفريقية وهذا ما دائما نراه هناك فرص ومن يقتنس هذه الفرص سيستطيع الفوز وسانداونز لم يستطع اقتناس جميع الفرص إزاي تبعت مستوى التحكيم في الجولة الأولى في جنوب أفريقيا المباراة كما قلت لكم من لديه الفرص الأهلي استطاع التقدم وإحراز الهدف الأول فكان لهم الصدارة في المباراة ولكن الأمور لم تحسم بعد وعلينا أن ننتظر ما الذي سيحدث في المباراة القادمة لأن من يحرث أو من يحقق الهدف الأول ستكون لديه الصدارة في المباراة خليه مستر فاليكي خليني أقف معك شوية إهمني أسمع رأيك بشكل عام إزاي رصدت الوسائل الإعلام في جنوب أفريقيا مستوى التحكيم وأعيز أعرف على وجه الدقة رأيك في ضربة الجزاء التي لم تحتسب على أونيانجو حارس مارما سانداونز لصالح محمد شريف لعب الندي الأهلي ما الذي وقع في الملعب والاشتباك الذي حدث كانت هناك الكثير من الأمور التي وقعت وعندما تأتي سانداونز إلى القاهرة يريدون الفوز بأي طريقة للأسف ويعرفون أن الأهلي فريق قوي فالأمور لم تكن عراق بالمعنى الحقيقي ولكن الفريق كان يريد أن يحرز أي تقدم ويريد أن يفوز وأيضا كلال المؤتمر الصحفي عندما تحدث المدرب في المؤتمر الصحفي كانت هناك بعض المشاكل ربما ولكن في نهاية هم فريقان جيدان وفريقان كبيران يريدون الفوز مستوى فاليكا هل بترى أن الأهلي كان لضرب الجزاء لم تحتسب على أونيانجو حارس المارما آه ولا لا عندما ننظر إلى هذه الأمور فهي الأمور هي وفقا للحكام فأنا لا أستطيع أن أقول إذا ما كان يجب أن تعطى هذه ضربة الجزاء للأهلي ولكن هي أمور تحكمية وفقا للحكم وما يراه في الملعب وهذا القرار أعتقد أنه وفقا للحكام وفقا لتقديرات الحكام رأيك في تصريحات منكوبة موديل الفني لسان داونز والأهل النادي الأهلي لا يستطيع الدفاع بشكل جيد وبالتالي بإمكاننا أننا نتفوق عليه في بريتوريا تتفق مع تصريحاته وفرص من الأعلى من وجهة نظرك في مباراة العودة كما قلت فالأهلي أحرز تقدم وربما لديهم فرص أكثر من سان داونز ولكن سان داونز سيحاولون اقتناس كل الفرص المتاحة أمامهم وعلى المدربين أن يستعدوا لهذا وأن يضعوا قططهم وتقديراتهم وفقا لهذه النتائج وكما قلت هي فرص على الجميع أن يقتنسهم لأن سان داونز أضاع الكثير من الفرص ربما وسيحاول أن يعود هذه الفرص في بريتوريا ميلالي باليكا صحفي بشبكة الاندبندن بجنوب أفريقيا بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول بالتأكيد مباراة الأهلي وسان داونز اللي جاية مباراة مسهلة ورغم الفوز اللي يمكن يحط كتير في مصلحة النادي الأهلي ويسهل عليه على أقل من ناحية المعنوية المواجهة اللي جاية لكن تبقى المباراة لأنه فريق سان داونز اللي بشوف أنه فريق من الفرق الأفريقية اللي بتلعب كورة برازيلية كورة محترمة جدا وحضراتكم تابعت وشفتوا مستوى الفرق هنا بتأكيد الفرق اللي جاية تلعب مع النادي الأهلي وجاية تهجمه على أرضه وعلى ملعبه في استاد القاهرة أو الملعب الأهلي والسلام وجاية تلعب كورة على أرضه وتوصل وهي بالتأكيد في المراحل كتير جدا من عمر المباراة كانت بتمثل خطورة وتهديد كبير جدا على مرمى النادي الأهلي بيأكد أن الفريق دا في ملعبه ومش هيكون يعني زي ما بنقول كده لقمة سائغة لنادي الأهلي لكن الحقيقة يمكن معنويات لعبتنا في السماء في مكسبة 2-0 يصبف مصلحاتها بشكل كبير جدا خصوصا وأعتقد دا اللي هيلعب عليه مستر موسيماني لو قدرت فرقة النادي الأهلي أنها تحرز هدف أعتقد في الحالة دي هتصعب بشكل كبير جدا من مهمة سانداونز اللي هيكون فيه حاجة في الوقت دا أنه هو يحط أربعة تجوال خلينا نتكلم على تقييم أداء لمستوى النادي الأهلي في مباراةه الأخيرة والأهم من دا أن نحن نتكلم كمان على المتوقع والمنتظر في مباراة سانداونز يوم السبت المقبل مع واحد من ألمع نجوم النادي الأهلي السابقين كابتن أشرف مبضوح ضفنا النهاردة في أسا ديسة مساء خير مساء خير أحمد سعيد بوجودي معاك يعني كل توفيه إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة القادمة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله خليه يبتدي معاك من مباراة القاهرة الأول مباراة كنا حطين إدينا على قلوبنا وكثير من جماهير النادي الأهلي كانت خايفة ومتوجسة من مواجهة سانداونز لأنها مباراة جاية في ظل غيابات كتير وفي ظل مرحلة كان فيها إجهات شديدة جدا على النادي الأهلي وتوالي مباراة في البطولة المحلية وكان أيضاً كمان حقيقة اللي يمكن يزود شوية من جرعة القلق إنه كان في بعض النتائج الغير مرضية في بعض مباراة النادي الأهلي لكن قدر النادي الأهلي إنه يكون قد التحدي وحضر رجال الأهلي في المباراة وقدرنا نحسنها بنتيجة 2-0 بتشوف إيه اللي يحسب لفرقة النادي الأهلي يعني أنت جمعت كل النقاط المهمة جداً اللي كنا نحنتكلم فيها في الننادي الأهلي الفترة الأخيرة تحت ضغط شديد جداً جداً من قبل حيث المبارايات الكتيرة جداً متعددة الفترات اللي فاتت ضغط المباراة كل يومين أو ثلاثة بتلعب مباراة تسع أو عشر مباراة أعتقد لغاية ما وصلنا للساندونز غيابات كتيرة ومهمة يعني مش بس كتيرة ولكن الناس ليه متخوفة يعني خلنا نتكلم بصراحة احنا طبعاً في بيتنا في النادي الأهلي دائماً بنتكلم على مصلحة النادي الأهلي الناس متخوفة لأنه النادي الأهلي دائماً وأبداً بيلعب على البطولة مظبوط بينافس مش بس مشاركات النادي الأهلي حصل على هذه البطولة تسعة مراته بس على العشرة بالتأكيد الناس متخوفة لأنه النادي حاسة أنه دكة البدلاء ضعيفة ومش على قدر المستوى اللعبين الأساسيين في بعض اللعبين الأساسين ابتعدوا شوية عن مستويهم النتائج السياءة الشوية في الفترة اللي فاتت نتيجة الضغط لمباريات كمهور النادي الأهلي في كل الوطن العربي متخاوف بالتأكيد على النادي الأهلي ولكن دائما وأبدا زي ما تقولت أحمد وزي ما دايما بنقول النادي الأهلي بمان حضر والنادي الأهلي دايما في ظل هذه المباريات الصعبة بتلاقي روح الفنية الحمراء دايما بتظهر في هذه المباريات القوية ساندونز من أقوى الفرق الأفريقية في هذا التوقيت تحديدا متفق معك في دي بدنيا وزهنيا وفنيا شفنا مباراة صعبة جدا خلال حتى دور المجموعات ساندونز أربع مباريات فوز وتعادل واحد وهزيمة واحدة 13 نقطة 10 أهداف يعني دخل مرموعة عدد أليم الأهداف وبالتالي كل خطوطه سواء الدفاعية أو في قط الوسط أو الهجومية من أقوى الخطوط الموجودة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وبالتالي أنت بتواجه فرقة صعبة جدا جدا وقوية جدا جدا على كل المستويات اتفاقنا نهاية ذهنيا وبدنيا وفنيا في ظل تراجع شوية في المستوى ضغط مبورات كبير جدا جدا على لعبتنا غيابات مهمة ومؤسرة وبالتالي كان فيه تخاوف شديد جدا جدا على النادي الأهلي في هذه المباراة ولكن ما يحسب للنادي الأهلي وما يحسب لمستر موسيماني أنه بيلعب المباراة كأنها نهائي هذه البطولة بتشوف روح قتالية عالية جدا جدا حتى لو فيه أداء فنيا ضعيف شوية ولكن ما يعوده هو روح فلن الحمراء داخل بطولة دي تحديدا كابتن أشرف تحسب لموسيماني ولا على موسيماني؟ شوف بتحسب دائما وأبدا للعبين ولكن مستحيل أنك تقدر تنكر أن الجهاز الفني والجهاز الإداري لهم دور كبير جدا جدا في تجهيز اللعبين قبل المباراة وأثناء المباراة تحفيزهم بالتأكيد لعب النادي الأهلي ليس محتاج تحفيز ولكن تجهيزه نفسيا قبل المباراة وأثناء المباراة وبتعادوا شوية عن الضغوط خاصة العصبية والنفسية اللي بتبقى موجودة في السوشيال ميديا وضغط الجماهير اللي موجود بتأكيد دور الجهاز الفني والإداري كابتن سيد عبد حفيز بتأكيد لهم دور كبير جدا جدا مع اللعبين أعتقد أنهم نجحوا بشكل كبير جدا عايز أقول أنه الناس لسه متخوفة والناس لسه قلقنا على النادي الأهلي نتيجة الأداء شوية بعيد عن مستوى فريق النادي الأهلي كرة النادي الأهلي كرة النادي لكن على مستوى النتائج بتأكيد نادي الأهلي ماشي بشكل رائع خليكوا برضو متابعيننا وكلامنا مع كابتن أشرف ممضوح مستمر والنهاردة هنعلن عن نتيجة الاستفتاء تصويت حضراتكم على أفضل لعاب نادي الأهلي في مطشين مطشين كانوا مهمين جدا وكانوا استعداد كويس جدا أعتقد مطش سانداونز هما مطش الاتحاد وبعدي مطش الزمالك بس قبل ماجي الجزء دي ببقى أنه كابتن أشرف دخلنا فكرة بعض اللعابين اللي شوية ممكن يكونوا بعدين عن المستوى وانا يمكن اتكلمت مع حضراتكم في بداية الحلقة خلييني أطرح ده على كابتن أشرف واسمع برضو وجهة نظرة ومن ده نروح للسيناريو المتوقع إزاي الأهلي يلعب مباراة بريتوريا مباراة هتكون صعبة سانداونز بالتأكيد ما عندهوش حاجة يخسرها هيلعب بكل قوته وهيفتح خطوطه أعتقد من البداية 2-0 سكورتي إيل ومحتاج أنه يحاول أنه يسجل بدري عشان يحاول يقرب النتيجة شوية لكن خليني أقول لك الطرح اللي أنا كنت أتكلم فيه ويمكن ده اللي اتفع عليه كابتن أشرف أغلب جمهور النادي الأهل أنا أعتقد أنه في حلس المرمى وفي الدفاع ما عندناش مشاكل كل ما هو قلب ما عندناش بيه مشاكل كل ما هو أطراف فيه مشاكل بدر وربيعة وحتى ياسر لما بينزل أعتقد بيقدموا من مستوى مطمئن جدا الشناوي من مرام طبعا واحد من أهم عامل الأمام بالنسبة لجمهورنا دي الأهلي ديانج سولية أكرم التلاتة لغاية لمحامد يرجع أعتقد برضو فنص المرعب أيمين بالدور بشكل كبير جدا وحتى في الهجوم أعتقد أنه شريف قيم بدور كواس قوي والجمهور راضي عنه بشكل كبير لما نيجي نتكلم على الأطراف أيمن أشرف ومحمد هاني اتنين من أفضل لعابة النادي الأهلي لكن من بعد ما رجعوا من الإصابة خليني أقول لسه مش فورمة لسه ما استعدوش مستوهم بشكل كبير وقدام الأطراف مزالت الجماهير مش راضية إلى حد كبير جدا في ظل كمان وضوح أنه مستر موسيماني نفسه مش مستقر بشكل كبير على ثبات للتشكيل في الأجناحة وجد نظرك في الظروف دي تلعب إزاي ماتش سانداونس في بريتوريا وهي هو التشكيل أمثل كمان أنا هاخد من كلامك في الآخر أنه موسيماني مش قادر يثبت التشكيل وده وضع طبيعي جدا طبيعي جدا لأنك بتلعب عدد مباراة كبير جدا في وقت قليل جدا مستحيل يكون 11 لعب فقط أو 13-14 لعب اللي بتشارك بيهم خلال المباراة اللي فاتت يكون عنده سبات في التشكيل لابد أن يكون فيه روتيشن لابد أن يكون فيه تدوير عشان تقدر يبقى عندك ماتيريا أكبر أو مساحة أكبر لإشراك عدد كبير من اللعبين وده دي النقطة المهمة جدا جدا أحمد اللي لازم النادي الأهلية يستفيد منها في هذا التوقيت تحديدا ضغط المباراة اللي فات خلنا نعود شوية أننا بعض اللعبين يسترجعوا مستوىهم تاني يعني طهر محمد طهر ابتدى مستوى يعود أفشم اللعب الكتير والاستمرار ابتدى يعود بشكل كبير رامي ربيعة كان بعيد جدا جدا ابتدى يعود مرة تانية لسبال التشكيل وأعتقد أنه قدم مستويات مميزة جدا سعد السمير لما شارك في المباراة اللي فاتت يمكن 3-4 مباراة أعتقد كان مستوى مميز جدا أعتقد أنه في بعض اللعبين يبتدى مستوىهم يعود بشكل كبير نتيجة أكرم توفيق بالتأكيد شفنا محمود وحيد شفنا بيكم كمان يعني أعتقد فيه مجموعة كبيرة من اللعبين يبتدت يعني تدخل شوية في الصور ولكن النقطة الأهم اللي بنكلم عنها في ظل هذه الظروف أنه النادي الأهلي لابد أن يكون على الأقل عنده 20 لعب جاهزين بنفس المستوى دي بتدي خطورة في إيه أنه يكون عندي خلاف فيه هيحصل مشكلة صحيحة لمسيماني في أنه لما يكون عندي 20 لعب جاهز يكون عندي مشكلة كبيرة في إشراك مين ومين يقعد بره ولكن مشكلة لطيفة ولكن مشكلة مفيش أحسن من كده لأني لما بشارك في 4-5 مطلات في الموسم ومطالب مني الـ 4-5 مطلات أعتقد أنه لابد أن يكون عندي 20 لعب مفيش نقاش في ده أتمنى أنه الموسميني في الموسم الجديد يكون عنده وده نقطة مهمة جدا أعتقد أنه الجميع متفق عليها لابد أن يكون عندنا على الأقل 20 لعب من أو كل اللعبين جاهزين النادي الأهلي هو الأكبر في أفريقيا النادي الأهلي هو نادي القرن النادي الأهلي هو اللي بيحصل على بطولة أفريقيا هو النادي الأهلي هو أكبر نادي أفريقيا ومتشارك عالميا دلوقتي كمان ومقريا وبالتالي أنت محتاج على الأقل 20 لاعب يكونوا جاهزين بشكل كبير في الفترة اللي جاء صلاح محسن محتاج ياخد فرصة بشكل أساسي صلاح محسن بالتأكيد شايف أنه ياخد من البدايات ولا زي ما ميس المسلماني خليني أرجع معك شوية لفترة ما قبل ده وليد صلاح الدين كان واحد من أهم اللعبين في النادي الأهلي وليد كان بيشارك في ربع ساعة تلت ساعة نصف ولما الجمهور ينده وكان من أهم الفترة دي أنا عصرتها في النادي الأهلي كان من أهم اللعبين اللي بيعتمد عليهم أي مدير فني يبقى موجود لعيب بديل ولكن عنده مميزات كبيرة جدا بيقدر يغير نتيجة مباراة صاحب قرار داخل الملعة صلاح محسن عنده ده واللي عجبني أكتر في صلاح محسن دلوقتي إنه بقى عنده الدافع صلاح يبقى محسن أول ما كنت لما قردت أو شبهت اخترته واحد يعني طبعا ولي صلاح دين من أهم اللعبين أنا شايفه المهارين اللعبين أكتر لعيبة التعشقها جميلة دي بالتأكيد صلاح عنده عنده مميزات مهمة جدا فنية عنده حلول داخل الملعب بيعجبني أكتر دلوقتي إنه ابتدى يبقى عنده الحافز إنه يعود بمستوى بدني لأنه كان بعيد جدا عن المشاركة مع النادي الأهلي وبالتالي كان بدنيا بعيد ذهنيا كمان بقى ذهن وحاضر بتشوف شوف اللعب اللي يقدر ينزل في وقت قليل جدا عشر داي ربع ساعة تلت ساعة ويكون صاحب قرار ويقدر يغير نتيجة مباراة بتأكيد إمكانياته كبيرة جدا أتمنى أن صلاح محسن يستمر على ده لأنه يكون من أهم اللعبين إن شاء الله بيضم النادي الأهلي كنتم بتتابعه مع المقاولين بشوف إنه لسه كمان عنده كتير قوي عنده إمكانيات كبيرة جدا وبيتطور مستوى ماتش بعد التاني نتمنى أنه يستمر على ده صلاح الحقيقة ماتش الزمالك وماتش سانداونز قدم مستوى كواس جدا في الوقت شوف أنا كنت قلت في فترة من فترات إن صلاح محسن يمتلك إمكانيات كبيرة جدا ولكن ابتعاده عن المشاركة عن المبارات حتؤدي في النهاية اللي بتعاده عن النادي الأهلي تماما ولكن عودته مرة تانية وده تصحيح لما قلته قبل كده إنه قدر إنه يعود مرة تانية بنفسه داخل الملعب ويثبت وجوده من خلال مشاركته في التمرينات مشاركته في المبارات يعني عنده الحافز المهم جدا إنه يشارك مع النادي الأهلي الفترة الجاية وبالتأكيد يعني إن شاء الله يكوني اعتماد كبير جدا عليه الفترة الجاية طيب آخر فاصل هروح لي سريعا جدا وأرجع أكمل كلامي مع كابتن أشرف موضوح ونعلن نتيجة مطشين النادي الأهلي مع الاتحاد والزمالك فاصل ونرجع لحضراتكم أهلا بحضراتكم مرة تانية فضل لنا مطشين في خمسة يعني شهر خمسة فضل لنا مواجهة سانداونز مطش العودة ونرجع بعدها أو محتمال ما نرجعش نطلع على طول عشان نلعب باطش السوبر إفريقيا إن شاء الله مع نهضة بركان الحقيقة يمكن اتنين من لعبة النادي الأهلي مسيطارين سيطرة كاملة على اختيارات الجمهور في مطشط شهر ماي خلينا أفكركم إحنا لعب الشهر في ديسمبر كان علي معلول شهر يناير كان وليد سليمان شهر فبراير كان محمد شناوي شهر مارس كان محمد شريف وشهر أبريل كان إليو ديانج لغاية النهاردة الأهلي لعب 3 أو 4 مطشط محلة اتحاد زمالك وزي ما قلت لحضراتكم النتائج في 3 مطشط دول متشاب النهاردة هنعلن لحضراتكم نتيجة استفتاءة الجمهور على أفضل 3 لعبين في مطش الاتحاد والزمالك والاتحاد هبتدي الحقيقة بالاتحاد الاتحاد كانت مباراة الأهلي استعاد فيها رونقه بشكل كبير جدا خصوصا بعد تراجع في المباراة اللي قبلها على طول كمان مش بس على مستوى الأداء حتى على مستوى النتائج في مباراة الاتحاد كان ديانج الحقيقة هو صاحب المركز الأول باكتساح شديد جدا وكان بفارق كبير جدا على كل الأسماء لنفسته على صدارة أفضل اللعبين في المباراة دي وراء ألي ديانج كان محمد مجدي أفشا واحد من أكتر اللعبين ثبتا في المستوى في الفترة الأخيرة وقدر ياخد نقطتين نتيجة حصوله على المركز الثاني وفي المركز الثالث كان اختيار الجمهور للسلطان بدر بنون عشان يكون صاحب المركز الثالث كأفضل تالث لاعب في مباراة الاتحاد وبكده كل واحد منهم بيضيف لرصيده ديانج 3 أفشا 2 بدر بنون 1 مش هقول لحضراتكم جدول الترتيب العام إلا لما ندخل على مطش الزمالك ودي كانت آخر مطشاط النادي الأهلي في بطولة الدوري العام قبل ما يلعب أو يفتح ملف بطولة أفريقيا في مباراة الزمالك كان أفشا هو نجم المباراة في حالة استفتاء تاريخية يعني لم تشهدها أي مباراة من مباراة النادي الأهلي منذ بداية الموسم بما فيها مطشاط بطولة كاس العالم الأندية كمل تصويت في صفحات الموقع عن التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وإنستجرام كان تاريخي الحقيقة وكان فيه دويتو أكتر من رائع جمع بين أفشا وديانج لكن أفشا قدر أنه يحسم المنافسة لصالحه واحتل المركز الأول في المباراة دي جاء في المركز الثاني وراء أفشا وفي المركز الثالث كان حارس المرمى محمد الشناوي اللي قلت في بداية الحلقة النهاردة أنه الحقيقة حمد الله على السلامة لأول مرة بنحس أنه ده الشناوي من ساعة ما رجع من صدته نتمنى أنه يستمر في نفس المستوى رأيك في اختيارات الجماهير كابتن أشرف شايف أنها اختيارات يعني موفقة جدا يعني أنا شايف أنه تحديدا أربع أسماء اللي اتكلمت عنهم معاهم تلات أسماء دي جانج أفشا الشناوي ومعاهم عمر السليا أنا شايف أن الأربع أسماء دي تقريبا فيه ثبات في المستوى بشكل كبير جدا بشكل رائع جدا كمان يعني لو تكلمنا عن أداء النادي الأهلي أو عن نتائج النادي الأهلي هنكلم عن تحديدا الأربع دولي طيب أنت كلامك ده منطقي جدا جدا ومرتبط بالأرقام لأنه نتيجة مطش الاتحاد والزمالك غيرت في جدول الترتيب العام لأول مرة من فترة طويلة يعني الشناوي الحقيقة من فبراير يمكن وهو تقريبا متصدر جدول الترتيب العام وكان بفرق كبير جدا على يعني اللعيبة اللي كان بتيجي وراء منه سواء مركز ثاني أو ثالث أو رابع لكن لأول مرة بيحصل تغيير في جدول الترتيب العام وبيتصدر جدول الترتيب أليو تزانج اللي بيصل عدد نقاطه أو رصيده من النقاط لتلاتة وعشرين نقطة بيتخطى بيها الشناوي اللي كان محافظ على الصدارة برصيد عشرين نقطة بيجي وراء محمد الشناوي في المركز الثاني برصيد واحد وعشرين نقطة بعد ما خد نقطة طبعا أضيفت لرصيده في مباراة الزمالك بيطلع في الترتيب محمد مجدي أفشى عشان يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد سبعتاشر نقطة بدر بانون في المركز الرابع خمستاشر نقطة محمد شريف بيتراجع برصيد خمستاشر نقطة للمركز الخامس أيمن أشرف برصيد حداشر نقطة علي معلول تسعة أكرم توفيق تسعة وتتوالى الأسماء عشان الجدول طبعا طويل جدا وعشان وقتنا دول الأسماء اللي بتحتل صدارة المشهد في الموسم الحالي أنا شايف أنهم استحقوا لأنه شوية في ضغط كبير جدا أو تخوف بلاش نقول ضغط لأنه جمالي النادي الأهلي زم ما قولنا ودائما متفقين على ده عايزة النادي الأهلي في أحسن صورة عايزة النادي الأهلي مش بس نتائج لأ أداء كمان وجمالي النادي الأهلي تستحق ده لأنا شحق دايما فرقتها أنه عايزة تشوف النادي الأهلي في أفضل صورة فنيا وبدنيا وزهنيا وعلى مستوى النتائج كمان وبالتأكيد اللعيب النادي الأهلي الموجودين حاليا اتعرضوا لضغوط كبيرة جدا فترات اللي فاتت بدنية نتيجة ضغوط المباريات كل يومين ثلاثة مباراة وبالتالي أنا شحق فعلا بشكرهم بشكرهم لأنهم قدروا أنهم يحافظوا على المنافسة بشكل كبير سواء محليا لسه ثلاث مباريات مؤجلة إن شاء الله أنا هتخطاهم إن شاء الله ونصل فوق المتصدر نادي الزمالك هيبقى 49 نقطة إن شاء الله إن شاء الله فوز مهم جدا وكبير أنا شايفه كبير جدا 2-0 على سانداونز كان مفوضي بقى 3-4 والله أنا شايف كده ولكن المباركة صعبة جدا الحقيقة وسانداونز استحوز شوية وكانت فرصه أخطر ولكن قدر النادي الأهلي أنه يصعب أو إن شاء الله إن شاء الله يكون بشرة خير إنه يتخطى المباراة الأولى بنتيجة كبيرة جدا أنا شايفها كبيرة جدا في المباراة الأولى هنا في مصر إن شاء الله مباراة العودة إن شاء الله إن شاء الله هفكركم إن شاء الله هتكون بإذن الله النادي الأهلي يقدر يتخطى هذه المباراة من بداية السيزن في كل المساوئات منطقية والحقيقة يمكن مفيش خلاف يعني ديانج مركز أول شناوي مركز ثاني أفشة بدر محمد شريف أيمن أشرف علي معلول أكرم توفيق دول أكتر لعيبة دول التمانية الأوائل في جدول التلطيب عامل اللي مفيش خلاف في الجمهورة على صحيح على أداء هم وثبات المساوئة خلي بالك أحمد مهم جدا جدا أن يكون عندك ثبات في المستوى الفترات طويلة يعني الناس كيرا بتتكلم عالميا مثلا تكلم على ميسي سنوات طويلة جدا جدا في سبات في المستوى ما بينزلش يعني لو نزل بينزل حاجة بسيطة جدا جدا وبيعود مرة تانية بسرعة جدا تعال لي بقى في السبات في المستوى عشان أنا آز أخذ رأيك في تسعة وعشر تسعة كهربا كهربا كان ماشي زي الساروخ في بداية السيزن عشرة وليد سليمان وليد أقدر أعزوره نوعا ما لأنه مشاركاته مش كتير وفيه إصابة فيها فترة طويلة يعني وليد جامع 8 نقط من 13 مشاركة تبتتكلم على أليو جانج صاحب المركز الأول 23 نقطة من 29 مشاركة ففيه فرق كبير في المشاركة لكن كهربا والسؤال الحقيقي مش بس الكهربا كمان كهربا والشحات لو مش دلوقتي وده بيدفع الحب الحقيقي وبيدفع انه يعني احنا شوفنا منكم اللي ورينا الحقيقة إمكانياتكم احنا مش مستنيين حاجة مشوفناهاش احنا شوفنا المستوى الحقيقي وخصوصا في اللحظات الفارقة والمهمة من الشحات ومن كهربا والسؤال لكم والكابتن أشرف ممضوح لو مش دلوقتي امتى يعني لو مش في اللحظة دي والموسم بيقرب والمواجهات المهمة والفاصيلة بتزيد لو مش دلوقتي هيكون امتى يعني العامل الوحيد اللي ممكن يدي ثبات في المستوى طالما بنتكلم على إمكانيات لعب فنية وبدنية وزهنية خلاص إمكانيات اللعب نفسها موجودة العامل الوحيد اللي يخلي فيه سبات في المستوى هو التركيز التركيز الدائم أنا شايف أن مثلا محمد صلاح كنموذج لكل اللاعبين المصريين الفترة الأخيرة ما عندوش تشتيت ولا واحد في المية خارج كرة القطر أنا شايف أن تركيزه الدائم خارج الملعب وداخل الملعب وخلي بالك خارج الملعب دي مهمة جدا جدا كمان في تمريناتك في أكلك في شربك في نومك في علاقاتك في سفرك تركيز دائم في كرة القدم أعتقد أن ده هو العمل الوحيد اللي بيدي رغم أن السيزن كمان الأخير يعني دفت لكلامك حالة التركيز وحالة السبات في المستوى رغم أن السيزن الأخير كان فيه عواصف كتير جدا بالنسبة للعيب زي محمد صلاح مشاكل توتر علاقات علاقته بيورجون كلوب علاقته بالنادي ليفربول الكلام على أنه هيمشي لا مش هيمشي قاعد لا ماشي كل ده كلام مهم ولكن تركيزه فين لما بينزل الملعب خلاص انتهى كل نهار دليو فرن طبعا نجم دفاع كان ليه تصريح النهار ده بيقول فيه أنه محمد صلاح لم يلقى المستوى المقبول من الإحسرام في نادي ليفربول أعتقد نصلاح نموذج مهم جدا في ثبات المستوى وفي التركيز الدائم بيتنفس كرة القدم وده مهم جدا لو كلمنا عن كهرباء حفصل شوية عن حسين الشحات لأنه الشخصيات مختلفة أو الكراكتر مختلف كهرباء محتاج تركيز أكبر بكتير جدا من اللي هو فيه حاليا محتاج يركز في تدريباته وفي حياته الشخصية عشان يقدر يعود بالمستوى مرة تانية لأن كهرباء واحد من اللعبين المهمين جدا جدا الحياة في مصر حسين الشحات أنا شايف أنه بتاعت شوية يعني متزبزب شوية بنشوف حسين يصل لتمانية من عشرة مثلا شوية نشوف ثلاثة أربعة أو خمسة وده الحياة بيدي بيديش اللعب استمرارية في تطوير مستوى في تطوير مستوى وفي ثباته في تشكيل فرقته خاصة أنه زي ما تكلمنا دايما النادي الأهلي محتاج لعب بمواصفات خاصة بمواصفات مش بس بدنية لا فنية زهنية مواصفات شخصية كاراكتر احنا شفنا قدي أحمد أنا هدي مثال كمان من داخل النادي الأهلي شفنا أفشا والشنوي أنا شايف الاثنين دول الحياة تحديدا مستوى مرتفع بنسبة لا تقل عن 70-80% طفرة طفرة في المستوى شنوي من مستوى بعيد جدا لمستوى ثابت مع ناد الأهلي مع منتخب مصر أصبح حالس الأول فترة طويلة جدا ثبات في المستوى بشكل رائع جدا يمكن الغلطة الأخيرة بس اللي الناس تكلمت عنها ولكن ده وارد جدا ولكن قدر يعود بها مرة تانية ودي الشخصية اللي بنكلم عنها كاركتر اللاعب هو اللي بيقدر يعود بيه مرة تانية لثبات المستوى أفشا تطور رائع جدا جدا في المستوى الفني مستوى الشخصية داخل الملعب مستوى أنه خلاص أصبح صاحب قرار داخل الملعب لو شفنا أفشا في مبارات الزمالك أنا بشوفه واحدة من أفضل مبارياته حتى مش مبارات الزمالك القاضية لا شايف مبارات الزمالك الأخيرة دي مستوى تطور انت بتشوفش أفشا بيدافع عند خط مرمانة وبتشوفه في نفس يمكن سانيتين تلاتة بشوفه في خط الهجوم الهجومي من نادي العالم وأكتر اللاعب بتشوفه تطور رائع جدا على خصوص الفني المنافس بالإضافة بقى طبعا بالإضافة كمان إلى المستويات الفنية اللي بيقدمها داخل الملعب بصناعة اللاعب يعني أصبح الحياة أفشا لعب متطور بشكل رائع جدا جدا في النادي العالم كهرباء محتاج يركز بشكل كبير جدا حسين الشحات تركيزه داخل الملعب وفي مستوى الفني وتطويره لنفسه أعتقد أنه ده مهم جدا جدا عشان يبقى داخل النادي العالم وداخل تشكيل النادي الأهلي الفترة اللي جاية زي ما قلت كهرباء محتاج يركز أكتر شوية لأنه أعتقد أن حياته الشخصية شوية مأثرة على مستوى داخل الملعب ولكن في النهاية أنا شايف أنه لعب النادي الأهلي الفترات اللي فاتت رغم كل الضغوط اللي موجودة ورغم إعترافنا إحنا كدعمين للنادي العالم وكمحبين للنادي العالم وكجماهير للنادي الأهلي في كل مكان أعتقد أن النادي الأهلي قدم مستويات رائعة جدا 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 محتاجين مستويات فنية شوية نقدم يعني مستوى فني شوية مع النتائج المقدمة من نادي الأهلي ولكن إن شاء الله واحدة واحدة الدغوط بتادي تقل شوية ممكن مباراة اللي جاية إن شاء الله ونهضة بركان وعدين الضغوط البدنية كنت بقول الأول مرة مش زمان جداً ما بنعمتش كل أسبوع ودي في حد ذاتها أعتقد أن ده ممكن يدي مساحة شوية للعبين ومسلمين إن شاء الله أنهم ما يقدروا يعودوا مرة تانية للمستوى الفني المميز اللي كان ظهر على النادي لها ليابلك للطريقة الأنسب والتشكيل الأمثل من وجهة نظرك اللي تلعب به مطش العودة في بريتوريا وخصوصاً أن أنا زي ما كنت أتكلم أنه كورة سانداونز كورة محترمة تحيح فرقة محترمة لا تداش تقول فيه نجوم يعني برزة قوي لكن تحس أن الفريق كله في حالة الانسجام والتفاهم والتناغم اللي جعلوا بيها كورة حالة اللعبة الجماعي دي ودي واحدة النهاردة يعني مدرسة النهاردة متفرجة على باب جواردجولا أنت بتشوف فرقة بتلعب تقريباً بدون مهاجم صريح يعني بتالي جواردجولا بنزل طريقة لعبة جديدة السوق السناني بيلعب بدون مهاجم صريح حاطة أجويرو حاطة خصوص على الدكة بيلعب بمهاجم واهمي غالباً بيبقى رحيم ستيرلينج أو برناردو سيلفا أو فاضن في الفاضن والفرقة كلها هي نجد الفرقة كلها بتلعب بحالة انسجام ودي طريقة خطيرة جداً على فكرة يعني أرهق بيها عمالقة أوروبا بما فيهم باريس سان جورمان سانيدي بيقدم كرة مختلفة وده اسلوب لعب سان داونس بشكل كبير وهجمك جهنة طمعان فيك وهجمك ولعبك على أرضك بغرض أنه يسجل فيك وكانت قطيحت ليه فرص خطيرة كان ممكن أنه يسجل تلعب معاه إزاي وهو على أرضه جريح عايز يرمج بكل تقلو عشان يعوض نتيجة القاهرة 90 ديئة مهمة جداً للحقيقة للسان داونس وتسعين ديئة مهمة جداً جداً للعباتنا بالتأكيد مباراة زي دي في ظل المستوى الفني اللي وصل للسان داونس وما شاهدناه في المباراة الأقيرة الاختراقات مش بس من العمق الاختراقات من الأطراف بيمتلكوا من نوع من اللعبين بيمتلكوا إمكانيات فنية وبدنية مميزة جداً جداً للحقيقة أصحاب قرار داخل الملعب كمان شفنا تسديدات مهمة جداً جداً من خط وسط ملعب سان داونس بيمتلكوا مجموعة من اللعبين اللي بيمتلكوا سرعات كبيرة جداً جداً وبالتالي أنت بتواجه فريق أنا شايفه الحقيقة فريق بيلعب بطريقة جماعية بطريقة مميزة جداً جداً أو بشكل جماعي بطريقة مميزة جداً أعتقد أن غلق الملعب أو مساحات داخل الملعب عدم وجود فرصة للمساحات اللي كانت موجودة في خط وسط ملعب نحبنا في المباراة اللي فاتت مش هقول الضغط على سان داونس هناك ولكن هقول تأفيل المساحات وغلق المساحات أكتر بشكل كبير جداً على الأطراف وفي العمق وده هيتطلب أن يكون مع السولية ومع ديانج أعتقد من وجهة نظر أنه ممكن يتواجد حمدي فتحي كمان حمدي صعب يلحب ماتش سنوازي ممكن يبقى أكرم يعني شايف أنه ممكن حمدي فتحي أو أكرم توفيق خلينا في أكرم توفيق أنه الأجهز بشكل كبير أعتقد أنه ده ممكن يدي تبتلت ثلاثة في نص الملعب أعتقد بشكل كبير جداً حيقفل المساحات على سان داونس لأنه شفنا طريقة الاستحواز زي أحمد شفنا الملعب سان داونس أو مباراتنا أمام سان داونس كان فيها استحواز بشكل كبير جداً في وسط الملعب وده إدهم مساحات كبيرة جداً هم يلعبوا على الأطراف ويختارقهم من العمق وكان فيه تسديدات خطيرة جداً على الشنوي حيث تقلق الشنوي في هذه المباراة شايف المسا المرشباني هبتدي المباراة مأمن أكثر مش هيبادر بالتأكيد مش هيبادر مش ممكن عصر مفاجأة يعني شفنا المباراة دي في مطش الوداد يعني أنا فاكر جداً مطش الوداد وده كان واحد من أصعب المطشوات السنة اللي فاتت وكان مفتاح أنا بشوف أنه مفتاح فوز الأهلي بالعشرة كان مطش الوداد في المال صحيح صحيح كان مباراة مميزة جداً فكرة المفاجأة والمبادرة مع الفريل كبير على ملعبه وعلى أرضه مش سناديو ورد من روجة نظرك في مطش الوداد أعتقد مع سانداونز صعب صعب ليه لأنه بتأكيد مسلمين يعني خلص يعني عنده دراية كاملة بشكل كبير جداً لسانداونز عارف أنه الضغط على سانداونز هناك في زل التوقيت نحن نلعب ثلاثة الضهر أعتقد حيكون في درجة حرارة عالية جداً في سرعات وقوة جثمانية وبدانية برجة يعني أول سؤال نهاردة سألته الكريم وهو معنا من جنوب أفريقيا جو أكبره ايه؟ قال لك الحمد لله جو معقول في درجة حرارة طبعاً لأنك تلعب صبح ساعة ثلاثة الضهر يعني بس ما هيش درجة حرارة اللي زي أدغال أفريقيا ممكن نتخوف منها ولكن التوقيت مع المجهود والتوقيت ده والوقت هيفرق كتير جداً بتأكيد فبالتالي الضغط على مع فريق إزاي سانداونز بيمتلك الإمكانات البدنية دي والسرعات دي بالتأكيد حيكون في تخوف كبير جداً مع مرور الوقت أثناء المباراة لمستر موسميني فبالتالي أعتقد أنه هيتراجع شوية وغلق المساحات في وسط الملعب والأطراف أعتقد ده هيفرق كتير جداً في المباراة دي إن شاء الله طموحي الشخصي أو طموح كل الأهلوية أنك تروح هناك على الأقل سجل هدف بشوف أنه تسجيل الأهلي الهدف في ملعب سانداونز يحسم بشكل كبير ويصعب بشكل كبير جداً مهمة فرقة سانداونز لكن هتعمل ده إزاي وخصوصاً لو أنت السيناريو بتاعك هو اللي يمكن يكون أعرب للتطبيق يعني من مستر موسميني لابد في الحالة دي إنك تعتمد على سرعات مين من وجهة نظرك ممكن يكون العنصر الحاسم أو العنصر المفاجئة السرعات اللي ممكن يعتمد عليها مستر موسميني في نقل الهجمة أو تنفيذ هجمة مرتدة حطي للتشكيل كده بتاع المباراة شوف إحنا في المباراة اللي فاتت في ضغط المباراة دي لأنه كان من الصعوبة جداً إنك تقدر تنفذ كل التكتك بتاعك وكل النواحي التكتكية والخططية بتاعتك في ظل ضغط مباراة تلعب كل ثلاث يام أو كل تقريباً كل ثلاث يام مباراة إنك تطلع بالكرة من تحت وبالتالي اتمرنا شوية في الندي الآلي في المباراة اللي فاتت على الكرات الطويلة في العمق وأعتقد إنها نجحت بشكل كبير جداً كماني برضو كمان بالصراحة الناس مش مختنع مش مختنع في مثل بالبلد كده بيقول تكسبه إلعب فبالتالي أنت في مباراة حاسمة أنا شايف حاسمة الحقيقة لأنه فريس أندوز من الفرق الكبيرة جداً منطق مقبول كمرحلة كمرحلة بالتأكيد الناس متخوفة جداً من طريقة اللعب والأداء النادي الآلي ولكن على مستوى النتائج خلينا متفقين جميعاً مفيش خلاف إن المسلمين يمع النادي الآلي فرق كتير جداً وحق التارجت اللي كان مطلوب منه في هذه المرحلة أنت بحتاج تلعب بطريقة تكسب بيها أو تخرج بيها بنتيجة إيجابية سواء تعيدل أو فوز إن شاء الله نقدر نحسم هذه المرحلة ونتخطى هذا الدول أعتقد أنه محمد شريف أعتقد أنه أفشة طهر محمد طهر في الخط الهبومي مع الثلاثة اللي تكلمنا عنهم عمر السلية وديانج وأكرم توفيق ثلاثة واثنين تحت محمد شريف وطبعاً الخط الخلفي متفقين أعتقد جميعاً رمي ربيعة مع بدر بنون ومحمد هيني وأيمن أشر أعتقد أنه دي الطريقة الأنسب في غلق المساحات ويكون عندك سرعات أنا أكلم محمد طهر محمد طهر عنده سرعات محمد شريف عنده سرعات كبيرة جداً وحاسم في قراراته أفشة الحياة أصبح في الفترة الأخيرة ملهم يعني أنا شايف الحياة قراراته سليمة بالنسبة كبيرة جداً المسبوس عنده أصبح تقريباً نادر جداً فأتمنى إن شاء الله أنه يعني الطريقة دي إن شاء الله يعني نقدر نغلق بيها المساحات ونقدر نلعب بيها الكرات الطويلة أو على الأقل هيكون عندنا استحواز أحمد وده مهم جداً الغلق المساحات على سانداونز وإنك تقدر تستحوز في وسط الملعب هيقلل خطورة لعيب سانداونز على مرمى النادي الأهلي في المباراة القادمة يعني بتوقع إنها إن شاء الله مباراة صعبة لكن رجالتنا إن شاء الله قادر على تجاوزها بشوف أن أفضلية تنفوز في القاهرة تريحنا على أقل نفسياً ومعنوياً جداً هيكون فيه مساحات طبعاً كلامك مهم جداً ولكن الضغط العصبي الأكبر على سانداونز وبالتأكيد هيكون فيه أخطاء كبيرة جداً وهيكون فيه مساحات أكبر لأنه ما هي دي اللقطة اللي احنا بقى ندور عليه المساحات الكبيرة التي تبقى موجودة في خط دعروم خاصة ناحية الرايت وناحية الليفت عندهم الظاهرين عندهم لحياة طيرين بشكل كبير جداً بيلعبوا بشكل هجومي كبير جداً وبتالي يكون فيه مساحات في خط دعروم وإن شاء الله بإذن الله تكون خطوة جديدة في مشوار نادي الأهلي للنجمة العشرة دوري الأبطال حلمة والبطولة الأهم بس سمتع بوجودك معنا دايماً كابتن أشرف أمتعتنا وإن شاء الله بإذن الله نتقابل بعد المباراة ونبارك لك ونبارك لكل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله على التأهل قبل النهائي إن شاء الله دايماً سعيد بوجودي معك كل توفيق النادي الأهلي إن شاء الله في المباراة قادمة ونسعى دايماً إن شاء الله بالبطولة العشرة بإذن الله سعيد بوجودك معنا النهاردة وسعيد برجوعنا مرة تانية مع حضراتكم السادسة كل يوم هنتقبل بكرة ولسه في كلام عن مباراة اللي جاية وعن ردود الأفعال في جنوب أفريقيا بنفكر حضراتكم من يوم مباراة الأهلي وسانداونز والبوست موجود على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لقناتنا دي الأهلي فيسبوك إنستجرام وتويتر مطلوب من حضراتكم تدخلوا تختاروا أفضل ثلاث لعابين من وجهة نظاركم في مباراة الأهلي وسانداونز والبوستات هتفضل موجودة إن شاء الله لغاية لقاء العودة يوم السبت اللي جاية أشوف حضراتكم بكرة وتحياتي لكل جماعي للنادي الأهلي